وتحتاج لمتابعة إذا كان في أسان المرض تبدو في الحديث أو تقطيع فعنا شكر ومقدر لكل من اتصل ربنا يمتحكم بالعافة يا رب وبالبصيرة المفتوحة ويبغاء السودان وطنا موحدا قويا باتحاد أهلي على المحافظة على ترابه وليس اتحاده مع الأخيانة أستاذ محمود محمد طاها جرت كثير مياه تحت الجسر في الفترة الفاتت في الأسبوع السابق وقبله كنت فيه مريضا والمياه تحت جسر السودان تمر بصورة سريعة جدا منها العاكر ومنها النخي وكثير أحداث تراكمت وأنا لا ألوم السودانين بل أعزر السودانين في تحدثهم وفي إحباطهم العالي الوصلوا له من الطريقة البدعم للبيع الجيش ومن الطريقة البدعم للبيع الجنجوي مع الناس لا ألوم أحد في ذلك كثيرا ما الاهتمام بالوطن والإحساس به كثيرا ما يأتي في شكل غير مقبول قد يأتي في شكل يساء للآخرين قد يأتي في اتهام الآخرين قد يأتي في صورة من السودانين لكن في نهاية الأمر أنا أرى كل ذلك حب لهذا التراب بل التعبير عنه بعدم مقدرة وعدم وعي وعدم إدراك قد تضرب طفلك أحيانا لمن لهم أطفال في هذه الحياة نعمة ونغمة الأطفال قد تضرب طفلك وتأزيه مبرحا بالضرب لكنك كوالد أحيانا نازل المسائل لن تحدث الله لكن في الماضي غد في ساعة غضب تضرب بابنك لكن تعبير الغضب هذا عن ابنك له ترجمة واحدة نكتك راهه ولا تعبه نحن السودانين الآن نكون لنا ردود أبعال قاسية تجاه بعض الناس وتجاه بعض الآراء لكنها في ديب داون الأشياء ديئاتية من حب لهذا التراب كل ما نريد فعله هو توطين ذلك الحب في وضعه الطبيعي وبالطريقة الطبيعية في شكل الاختلاف السياسي الأستاذ محمود محمد طه الله عليه رحمة الله صاحب فكرة الحزب الجمهوري يعرفه السودان رجل مفكر اتخذ المنابر وتفسير النصوص القرآنية وفلسفات الأفكار ومنهج الارتقاء ارتقاء الأفراد في تدرج في تدرج سلم القرب من الله سبحانه وتعالى لا غريب يبدو ذلك لكن هو مثله كمثل المفكرين السابقين ومثل الشباب في أخوان الصفاء رقم الفارق المعرفي والوعي والعمق وكل الفلاسفة في الدين الذين انتهجوا بوابة الدين نفسها وتفسيرها في القرب إلى الله بما في ذلك رؤية الحلول المعروفة واختلف حولهم الناس واتفقوا حولهم والحلاج هو من جازبين هذا الاختلاف في التاريخ خالفه حمود محمد طه الكثيرون ووافقه الأقلية وهذا طبعا الأفكار في الفلسفة وفي الأديان الرجل لم يمتشق بندقية ولم يرفع صوتهم في الكثيرون ولم يقف في صفحة ملد بندقية على الإطلاق ولم يكن من دعاة البندقية لأن الفكر والبندقية لا يستويان إلا عند الأخوان المسلمين بندقية لا ترتبط بالفكر إلا لدى حسن البنة وهؤلاء الخوانة بالجهة الوحيدة التي يرتبط بها الإسلام السياسي ارتبط بها الإسلام السياسي وارتبطت بها البندقية وارتبطت بها الزية الآخرين وخطأنا لم نقارع الحجة بالفكر لنوطنها عند السودانيين لكي لا يلتحق بهم أحد مرة أخرى وتأتي الفصاح تمسك بما اختنع به الرجل ومات عليه وأظنها هذه الشجاعة قد يفهم ما قاله هذا الغرن أو الغرن الغادم أو الغرن الذي بعده ولا نفهم ما بينه وبين الله ولا أحد يفهم ما بين الفرد وربه ولا نريد النقا ولا نفهم ولا نفهم مربط الفرز لم يحمل الرجل بندقية ولم يدعو إلى المجل الجميع يعلم البروفي عبدالله طيب تحدث عن الرجل في مرثية مشهودة ومعروفا البروفيسور عبدالله طيب أستاذي عليه رحمة الله لا يجنحي للحديث في السياسة كثيرا لكنه عندما رث هذا الرجل علمه بالدين علم البروفيسور عبدالله طيب بالدين وفلسفات الدين ودور المفكرين في الدين ودور التقرب إلى الله في الدين منذ نعربي مرورا بكل العارفين إلى الحلاج وغيره وكل الفلاسفة رث هذا الرجل وواصل السودانيين العارفين احترام هذا الرجل واحترام موقفه ودعوتهم إلى الحديث إليه وليس نغله إلى المشانق وإجلالا لهذا الرجل محمود عمطاه عليه رحمة الله أحد الدكتور منصور خالد كتابه المشهور الفجر الكاذب التحدي وتحريف الشريحة تكر كل الناس قرأت الكتاب حيث تذكر الدكتور منصور خالد على لسان شاعر محمد أبدو يا أحبابي في بلد الأشياء في بلد المشي على أربع هذا آخر عهدي وجوهكم السمحة هذا آخر عهدي بحقولكم العطشة للإنجاب الفكر الممنوع والحكم الصادر لقضاة مدينتكم في مجلسه المرموق على جنيب الموت ما أحباب هذه الأبيات صديقي دكتور محمد أبد الحميد هذه الأبيات يمقرون سيد تليسم تحكس حقيقة معالجة الجنجويد لكل السودانيين بالموت فردا فرد وما زال يمقرون سيد تليسم هذا اسم الأستاذة أسماء محمود محمد طاها وأعتقد أن والدها تبرأ منها في قبره بما قالته سأسميها أسماء أمقرون سيد تليسم كل من عالجهم الجنجويد بالموت هم الأبرياء من أهل السودان وسيظل يعالج بالموت والدنور ليست الأخير من قتل أبوك وقتل عباس ومحمد صديق وخميس ومكاوي وشرد أهلي وأهلك هم ذات الأوباش قتل أهلنا في دارفور هم ذات الأوباش لماذا هذا الإسقاط والحقت البائس على المواطنين السودانيين لهم مثلك ومثلي ليس لدن لنا آلة قتل نقمع بها ونقتل بها الأبرياء الآمنين في سربهم وقراه هل أوصلك الحقد على من قتل آباك أن تتشفي في الشعوب السودانية كلها وتفرحي بنصر الجنجويد وما نصر هي مذابح تفرحي بمذابح الجنجويد انتقاما من الشعوب ما أفزا فعلت الشعوب السودانية إليك قرأت لك ما قاله منصور خارج في هداءة كتابه على هذه الأبياط العظيم وتعلمين ما قاله عبدالطيب وتعلمين ما قلناه دنيا وما قالوه آباءنا في ذاك الوقت وما واقفوا ضده في سليك الأخوان المسلمين أنزاك مستخدمين سيف النميري ماذا يقول أباك إذا قرى هذا التصريح أعاد إلى الحياة لا أظنه يقبل ذلك أمقرون ستليسهم خسارة لكن النار دوما دلد الرواد النار الفكرية أدعى الزمان هل يتوقع محمود محمد طاه عليه رحمة الله إنه كانت تنشأ وتربى في كنفه أمقرون وهي صاحب وهو صاحب الفكر والحج والمنطق واحترام الإنسان السوداني والمرأة كذلك ليس فحزب لا كان يتوقع أن يزوجها لكدمول يحمل درجة الدكتوران دميرا مستترا أفصح عن موقعه وهل 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 في مجلسه المرموق على جنيب الموت ماذا كشف طرح محمود محمد طاه آنزاك كشف عور الضحف الفكر في السودان كشف حرص الإسلاميين على الانفراد بكل ما يخص الإسلام الذي سيشوهوه شر تشوي لكنهم لا يعلم أن هذه المادة لا تشوه تتقرب وتتغرب وتعود صنعوا من أنفسهم ظل لله في هذه الأرض البياء كذبة كشف طرح محمود محمد طاه المتحدي للعقل والمتحدي للنصوص والمتحدي لما هو مفروض من صلوات ولما هو محود ومعروف في خط السلف في النصوص والسنة النبوية الشريفة كشف تخلف الشعوب السودانية وجهلها لكيفية مقارعة الحجة بالمنطق ولو تذكروا دعا لميري علماء السودان لمقارعة الرجل بالحجة ومناظرته لكن أبد نفس الترابة ونفس الإسلاميين الخوانة أن تقتل أن تبخي على الرجل حيا ليشرح ما لديه من فكر فآثر الترابة قتله من مناظرته تحزلغا خلف الجوغة من المحامين المحاسيب الخوانة فاقدي عن مكمل أمر هذا هذه قمة الجبل الجليد فيه أوضحت أوضحت حزر المساعدة ستة كانت كانت شجاعة جدا أنا أحترم هذه الشجاعة في أن تتحدث مباشرة وتطلب من الجميع أن يدعموا ويحتفلوا بمذابح الجنجويد ليس للجنجويد انتصار وإنما الجنجويد يمارس الإبادة الجماعية للشعوب السودانية بقدر نظر عن انتماء معها بقدر نظر عن مناطق افتكر البعض أن ما دار مع المساليد ويخص المساليد لكن الآن المسألة أصبحت حتى لعيون العالم أن الجنجويد هم مجموعة ل depopulation depopulate للسودانيين الخلاص من السودانيين ليس قبيلة بعينها بالراسك أي سوداني بالراسك في أي غرية أي سوداني بالراسك في أي غرية نائية وبعيدة واستعدوا للموت لأن الغرض هو الإبادة وهذا أمر واسح سنتحجز عنه في لقاء آخر بإذن الله غرض هذه الإبادة كانت شجاعة أمقرون لك محمود محمد طه للأسف الشديد أن تترك لنا أمقرون تربت على كنفك يا لعار الفكرة وعار المفكر وعار المؤتمين للفكر النازعين للإنسانية منهم ومن عقلهم ومن طلحهم الفكري كان جدير بمقرون أن تنتهج منهج والدة في الفكر الجمهور المسالم لكن مقرون تثبت أن أي فكرة وهذا هو الخلل الخطير جدا في فلسفة الأفكار الدينية تثبت أن أي فكرة تقوم على نقد الدين في المنهج حتنتهي كجماعة إسلامية متطرفة تنتهج القتل كوسيلة للقضاء على الخصوم المناهدين لما تطرح من فكر القير مؤمنين بما آمنت به يبقى إذا قيط الله لهؤلاء لأمقرون ستليسم هذه فرصة لقتلت الذين يذهبون إلى المساجد وخزوا هذه مني للتاريخ لأن واحدة من فلسفات والدها رفعت عنه صلاة الحركات في الرسالة التالية في كتاب الصلاة كنا نقرأ ما يكتبه هذا الرجل بتركيز ووعيه وكنا نقارن ما يدور في زينه وما كان يدور في زين الحلاج كمثال وأدب الحلولية ومناج ابن عربي وكل هذه الأمور العميقة لكن لا تأذي سودان آخر قاتلوهم واختلوهم والجنجويد إذا أراد أن يقاتل الإسلاميين لما تحدثنا في هذا الأمر مطلقا دحو يقاتلهم ويموت معهم لكن تعرف يمكرون يا ستة ليس إن الجنجويد هو الإسلامي نفسه ولعبوا بك مرة أخرى أن تدعميهم في جناح الآخر وهنا الخطل والجهل بالسياسة وعدم معرفة الأشياء والاندفاع والانفعال الغير واعي أصبحت كما ياسر عرمان وأصبحت كما الأطفال الذين أتوا للسياسة في الفيسبوك كل من اختلف معهم فهو إما حرية وتقيرة واختلف معهم هو كوز دون ما دراسة ودون ما وعي ودون ما معرفة ما التراب وما الذي أقوله في واقع التراب وأين التراب من غولي هذا وأولي ذاك الجهل تمكن منا البركة كبرت رقم محاولة الجاهدين أن يردموا بركة الجهل هذه لكنها يوسعوها ويكبروها هؤلاء الخوانة الذين لا يفرزون من الإسلامي ومن هو الغير إسلامي إذا قاتلت الإسلاميين في حياتك ودخلت سجونه تعلم ما يدور الآن في السودان وأنا سميتهم في هذا المركز جنجويد ألف وجنجويد باء إسلاميين ألف وإسلاميين باء والمسبوح هو السوداني كنا نمني أنفسنا بأن تكون الحرية والتقيير هي الوطن بأن تكون الحرية والتقيير هي بوابة الشباب الذين غادوا الثورة أن يكونوا هما غادة الدولة ويخرجون من الإسلاميين ألف والإسلاميين باء ويخرجون من الحزاب السياسية التي هي تابع عليه الإسلاميين تو حامل السلاح نبازا تأخرتم يمقرون يا جمهوري نبقنا السلاح كنتو بدري تبقوا وما فاتت حاجة شكلك تأيبكم هس وانزلوا مع الجنجويد الأرط الجناح الآخر للحركة الإسلامية التي تعم من الخارج وتعم من عرب الشتاد أذهب إلى هؤلاء وقاتلوا معهم وأنت على وجه التحديد أذهبي لأنك مليئ بالقلب تجاه السودانيين السودانيين لم يقتلوا محمود محمد بل دافوا عنه لأغلامهم وبكتاباتهم وبموقفهم الشريف السلام آسف لكن مكاوي لماذا ندين ونصف كل شريف يجب على التراب بالنقوص هل هذه هي المندوحة التي تحل البعير لا والله يا مقرون اتخذت هؤلاء الناس ظهيرا عسكريا وتفرح بقتل أهل النورة والقرى المجاورة انفتح الباب على المصارع بعد هذا افتكرنا هذه شيعة منا امقرون سيتالي سيو اسحبي محمود محمد طه من اسمك لأنه لم يقل رجل حاقد قتلوه الاسلاميين لكنهم لم يقل حاقد عليه بل كان يعتبرهم جهلاء وهؤلاء هما وهذا هو أدب المفاكرين واخلاق المفاكرين كما الحلاج مقعتاني لا يجوز وطوءهما إلا بالدون الله لقدرت على الأيديان جئتكم مشيا على الرأس أو صحييا على الوجه أو مشيا على الرأس وكل يغني إلى ليلة أو على ليلة كل مدفع أجر سيبدأ الآن ويتحدث لأن هذا هو المفروض يكون من يوم الحرب الأول أن يقف تقف أحزاب تقدم أفرادا وجماعات ويعلنوا موقفهم مع أي نصر للجنجويد ويصفقوا له ويثبتوا أنهم معه لإبادة كل الإسلاميين السودانين ليسهم بأغبياء ولا جهلاء الإسلاميين موجودين في السودان الإسلاميين أماكنهم معروفة الإسلاميين معروفون للناس السودانين اللي بيعرفوا في السياسة بيعرفوا من الإسلامي ومنوما إسلامي وقعدين وين معروفة أماكنهم والبشير موجودة الآن في متناول أيدي الجنجويد ألم أغل لكم أن هذا جناح إسلامي أليف جناح إسلامي بأ ومقرون جاهلة وحاقدة أو إنها عارفة وحارفة بتح الباب بعدها أي زور بعدها حيتكلم المكتومين كلهم والبيتخفوا تحت الأشياء كلهم بعدها الباب تفتح توقع الأيام الجاية كل الوجوه المصنوعة حديثا في تقدم سوف تتحدث بالباب المفتوح بعدها إننا نحن مع الجنجويد ونسمي في انتصارات الجنجويد ونحن معهم لا تندهش في أي تصريح من اليوم ولاحقا كل مدفوعي الأجر حيفصحوا عن كدمولهم المنكور والفتيات سيكشفن عن قرونهن المتسوسة كما لم تتمكن أسماء أم قرون ستة ليسم من إخفاق قرونها لفترة طويلة وهذه هي من العيوب في الثقافة العربية التي لا نحب تصرفون المرأة بالبغرة وهذه بياتهم وبالفرسة وبالناقة وهذا عيب في التفكير وعيب في العيون التي ترى المرأة ديلكت دائما بيمشوا لوصفها على الأشياء النعمة كما الورد ونور الصباح ونور العين وكل هذه الأشياء الجميلة والطل والنذى ليس البغر وغلونين وفي هذا لنا حديث سيقول أن هذه ثقافة النيجر تعرف فيها المرأة به أمقرون هما أمقرون البغرة إلا لتحلب وهذه عقلية العريب التي لا تحترم المرأة شبها بالبغرة لتحلب وشبها بالفرس لتركب وشبها بالناغ لتركب أيضا وهذه هي عقليتهم الوسغة كلهم هيكشفوا عن حالهم تحت الثوب الأبيض وسيكشف الجمهور والاتحاد والأمة بعزبه ومؤتمر الطلاب المستغلات إلى آخر جوغة التافهين في جانب تغدو نحن لا نغرب اسم الجيش كل إسلاميين لسما واحد نعني اختشي من ابناء محمد صديق ومن ابناء خميس ومن ابناء الأسماء المجهولة التي قدم طروح دفاع عن هذا التراب الإسلامي لا يقدم روحه إلا لأمر يعلمه لا يمتلك مفاتيح الدولة لذلك لا يقدم روحه وهذه كلها كل شيحات دعاية ماذا أقول يا ابناء عثمان إنما أصف وهو في ترابه أصف جيشه الذي يقاتل معه بأنه إسلاميين وهذه أسوأ الأوصاف التي يمكنك أن تصف بها شخص أو تصف بها جماعة وفيها مظلمة لا يعلم إلا الله وإشيان تصمع لا يعلم إلا الله لكن الجهلاء لا يستخدمونها كسلاح وينسون هؤلاء الذين دفعوا دمهم لا تظلم لا تظلم أولادنا الغبش الماسك اللي كنا البندقية بيكاتل بآخر نفس ما في سلاح خيانة تسليم طعن في الظهر لهم لا تظلمهم ثمنوا موقفهم وسموا الجيش وأسأل الله أن ينصر الجيش عفوا وأسأل الله أن ينصر الجيش لهم ولعيون أطفالهم الذين تركوهم خلفهم أبقوا ناس عندكم احترام ما تأخذكم الحاشمية ومرضة قرون في أن تظلم الناس وصلني من ود النور ربنا إذا قبروا جميع هذا وصلني من ود النور أن بود النور اتنين كيزان غير موجودين وتركوا السلوبان من زمن طويل جدا لأن رفضتهم ونفضتهم من قرية وهم ناس يحشقوا الاتحادين أولا الناس وكل الدوائر تلك ارتبط بالاتحادين كوزين اتنين قالوا وطفش وخلوا البلد لأن الناس كرهون ود النور كيف لنا نظلم هؤلاء الناس طوالله في الذين يحملون السلاح الآن ولكم الحق أن تفرزوا الأقوام كما فرزها المركز القيادة فيها كيزان ما عندنا أي كلام وشخصية المران حللنا وما كوز عرفين الجيش في وقاعد كيزان ولهم علاقات مع الكيزان فرزين الكيمان لكن الظلم ظلمات يوم القيادة تغبل عزري يا روح وكاوي تغبلي عزري واعتزاري ويا روح صدي ويا روح خميس ويا روح أهلي في دارفور وفي كل مكان أساء لهم وقتلهم الإسلاميين ظلما تغبلوا اعتزارنا بدعوات أن يتغبلكم الله قتلتم عن هذا التراب بكل شرف لذلك أختشي أن أصفكم بالإسلامي أنا هل يا ترى سيشجع هذا الأمر ظهور البرهان على حقيقته في موازنته السياسية وعلاقاته الشخصية الانتهازية ساعة السبعين في المئة الذي تحدث عن المركز وعلاقاته مع الجنجويد في عمغة الاستثمار وليس الدين وليس الأقزوب الإسلامية وليس الفيريا هل سيتشجع البرهان بعد هذا ويقر بأنه جنجويد مصالح وجنجويد أموال وجنجويد بيزنس وجنجويد زهب وجنجويد تبع الإمارات هل سيتشجع أم ينتظر المزيد من اكتياح القرى وفرح مقرون ستالاسم ولقول بين غوسين سقوط القضارف والاندياح في قرى الشرق وما أدرا كما قرى الشرق تاريخيا نعرف الجمهورين بأنهم تلاميذ الأستاذ محمود محمد لكن بعد تصريح مقرون سيتالاسم وللزكر قرون سيتالاسم هي أسماء محمود محمد سيعرف الجمهورين بأنهم تلاميذ أم قرون التي أعماها قبنها على الإسلامين والإسلامين قاعدين كانوا في يد الحرية والتغيير وكانوا بيد الجنجويد وما زالوا بيدهم لم نرى واحد من قادة الإسلامين الذين زبحوا الدولة السودانية فعلا على عثمان محمد لم نرى أحد يحدثه بخير أو شر وأنتم أيها المؤتمر السوداني وكل لما تقدم تتبجحوا عن الإسلاميين لأنه تتحدثوا عنهم كانوا بأيديكم ماذا قالوا لكم وماذا قلتوا لهم ولماذا اتفقتوا معه والثورة كانت حية في شهر حي ما بعرف الليل كيف كذب على السودانيين وكيف هذا مضحك القروج لم أحد الدفع لم أحد تستمر لأنه صاحب الإمداد بغيف حافظوا أن تجمع الحرية والتغيير هو ضد العسكر ضد الكيزان قبل العسكر كان وكان الجميع يعتقد لذلك في بادي على الأمر قلنا كان لزاما على كل السوداني أن يسند الخط المدني لأنه سيحقق لنا أهدافنا وأهداف الوطن التراب والجميع كان يعتقد أنهم ضد العسكر وضد الجنجوي وضد الكيزان بل هم مع التراب والثورة السودانية والشباوة لكن انكشف الكذنجو واتكشفت القرون وصفغ لهم السودانيون جميعا وشكروا حمدوكهم لكن لا يمكن أن يطول لبس القناع عندهم وعند البران سوف لن يطول لبس القناع ولكل بداية نهاية وستدور دورة الأيام أنا آسف كل الشباب الذين يقاتلوا بهذا لفاح هذا التراب العظيم وأن يصفوا بإنهم كتيبة هزانية تقبلوا عزري وستكشف الأيام كل الأمور بإذنه تعالوا وتستكشف وسينصركم الله رب العالمين لأنه ليس يصنع عنده أحد نفس الموقف الذي وقافه الشعب السوداني مع الأستاذ الذي اقتيل ليلة هزانية نتوقع من هزانية مقرون ست الاسم ومن تنتمي ليه هل ستزغر ذا مقرون ست الاسم إذا أتوها برأس المرهان أم ستنزع كبدته كما فعلت هند بنت ودبا حيث هذا شأن كل من يعتقد إنه ممثل الله في الأرض كل من يعتقد أنه ممثل لله في الأرض يقوم بهذه الأفعال لأنه ليس ممثلا لله في الأرض وإنما في استخلاف بشرط اتباع النص وهذا فردي ليس له علاقة بالإدارة الجماعية وليس له علاقة بالسياسة في الكتاب كتاب الدين أعني أي المصحف أعني وهذا هو الخوف والتخوف من كل الذين انتهيون الفكر الإسلامي من هذه الزوايا وتبنيه و نفسي أو الطوفان طريقي لأنه هو طريق الله وكل الطرق الأخرى إلى الجحيم كل من ينتهي هذا المنهج ينتهي في هذا الباب وانتهوا قبلكم أيها الجمهوريين الأخوان المسلمين أمامكم كمثال بشع لا دنيا أصابوا ولا آخرة ألاه وينتهي الكل في ممارسة الحرمات والحبت وظلم الآخرين ونار جهنم وبئس المصير كيزان على جمهوريين على جنجويد إلى جهنم وبئس المصير رغم كل هذه المحساة التي نمر بها نحن حيث لا مبدأ ولا أخلاق بل تشفي حتى من من ليس لهم علاقة بما يدور في سياسة والسلطة كأهل كأهلنا في ود النور عليه يكرر أن هذا التصريح هو مفتاح لتصريحات كل الخجلانين الذين يتوارو خلف الكلمات الناحم والحزلقة السياسية والفزلقة توقعوا توقعوا أن تبدأ الاحتفالات والتصريحات وزغاري دمقرون ستاليس بموت أو استباحة قرى الجزيرة والقضارف ومن ناحية أخرى يحتفل الإسلاميين والإسلاميون بنصر هنا وهناك وهنا تكتمل الصورة والأغزوب الكبرى كما أتى في تصريح مقرون ستاليس بموت إبادة الإسلاميين وانتصار الجنجويد مع العلم أن الحقيقة هي إبادة المواطنين السودانيين وتنفيذ مشروع الإمارات والكل يرقص رقصة الموت استدرك هنا إن لله قول ورؤى دون ما يرى الآخرون لذلك أقعد موجب ولسه قدامنا الصباح في أمان الله ورؤى دون ما يرى الآخرون ورؤى دون ما يرى الآخرون